بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الرئيس التجمع الوطني الأحرار سادة أعضاء المكتب السياسي سادة النواب والمستشارين والمنتخبين الحضور الكريم سيد الرئيس سيدات والسادة في هذه اللحظة التي أقف أمامكم كي سكني واحد شعور بالفتخار بالزهو بالانتشاء بالانتماء لهذا الحزب الكبير لهذا الحزب العتيد نحن مجموعة من الإخوان الحاضرين هنا رافقنا تجربة بناء هذه الحزب واليوم بعد اللقاء خاصة الشباب والأجيال والمنتخبين للتحقبين تمشيوا وانتمات فخورين بأنكم في أكبر حزب في أفضل حزب وفي أكثر الأحزب أداءً ونزاهةً وأخلاقًا سيد الرئيس اليوم كنا نقفو في هذه المرحلة الميباركور الحكومة سأتحدث عن سيد الرئيس وكثير من الإخوان سيد الرئيس قبل أن ندخل بعض التفاصيل نقول لك نحن معتزم بك ومفتخرين بالإنجازات الحكومة والحصيلة الحكومة وسعداء أن الله سبحانه وتعالى يمكن فضل فترة العسيرة للعالم كيمر كثير من المحن وتحت قيادة جلالة الملك حفظه الله أنه الحكومة ورئاستها ألت إليكم سيد الرئيس فتحية كبيرة لكم إخوان لماذا تريد أن تذهب أنتم حاملين لهذا الشعور للإفتخار والانتماء والاعتزاز بالحزب لك أن تتحدث عن الجماعة المحلية أريد أن أذكركم أنه القانون والظاهر المؤسس للجماعة المحلية وقعه بالعطف سحمد عصمان مؤسس هذا الحزب واليوم في هذا الدستور الجديد وفي هذا الوضع الجديد رئيس التجمع الوطني لأحرار وحكومة سعزيز أخ النوش يولون أهمية كبيرة وكبيرة جدا لموضوع الجماعة المحلية وقبل أن نتكلم عن الجماعة المحلية أريد أن نتكلم عن الإطار العام السيد الرئيس في هندسة وضبط كثير من مدامين هذا الدستور السيد الرئيس المجلس النوب السيد الراشيد يمكن أن أعطيكم كثير من التفاصيل مع السيد عزيز مع السيد الراشيد مع كثير من الإخوان كل نوايا كانت صالحة كانت وضعية صعبة فإذا هنا الفريق الذي تجمع بالنقاش مع اللجنة الملكية في ذلك الوقت ترافعنا بشجاعة وببسلة على الأمازيغية اليوم الكثير تشدقوا أنه الأمازيغية أو اللغة الرسمية وكيف يحاولون منها موضوع الثاني المناصفة وهي أيضا إصرار تجمع الوطني الأحرار وكنت تكلم تحت المراقبة السيد الراشيد الذي كان معنا في الجنة وعزيز والإخوان كان عملاً جباراً ثانياً كان جهات ما تريد أن تحرم رجال الأعمال من موارسة السياسة وكانت عدد الأفكار ستكون في الدستور فاليقضة تجمع الوطني الأحرار وذلك الرجال وذلك الحزب مكنت مكنت من أنه الحمد لله و الوثيقة الدستورية بفضل يقضية جلالة الملك وحكمة جلالة الملك من الملك 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 تقضية جلالة الملك ويجب من تقضية جلالة الملك السيد الرئيس للأسف الشديد أنه في البلد ديالنا كائنات سياسية عوض الاشتغال عوض الانكباب على البناء قلصة يغضبها النجاح ما كتتحملش النجاح كأنه قلسين في واحد العدوانية مع البلاد ومع الوطن هاللي مغرب في كتابة الرسائل هاللي كيعقد ندوات صحفية باش تصور و باش يدير البز ومنفعت لا رسائل ولا ندوات ولا أشكال تشويش إذا سيد الرئيس نحن بينا نقول لكم الخدمة ديالك واصل عملك هذا تشويش غدي بقى تشويش نحنا دفعنا بشكل معارضة ووضع دستوري والديمقراطية كتبشي على جوز الرجلين على المعارضة وعلى الحكومة للأسف الشديد سيد الرئيس هاد مقدة نجحنا في خمسين في المائة الحكومة كتشتغل وقدمها وقفة والمعارضة للأسف الشديد كلكم كتعرفوا وحنا ما كانت نتعلمش فيها بالعكس حنا كانت منو أن هذا المعارضة تنكب على المعقول على بناء أحزبها على التواصل مع المواطنين تقلد التجمع كيف شبنين هذا الحزب بليجيسي عزيز لرئاسة الحزب هذا المجهود الجبار في الأقليم وفي الجهات وفي التواصل مع الناس وفي بناء المنظمة المواسية للأسف كين لك يعتقد أنه بتحرير الرسائل لا أثر لها وفي رمي اتهامات لمصدقية لها يمكن أن يبني مجل السياسي فسيدات والسادة الرؤساء باسمكم جميعاً أريد أن نقول للسياسي عزيز أخنوش رئيس الحكومة ورئيس الحزب دينا واصل مصارك نتخدم كمّل طريقه ونكمل نصف الثاني ونكمل الانتذاب لما بعد النصف الثاني كما يحلول السيد رشيد عن يقول ونحن متفقن معه سنمشون إن شاء الله من نصر إلى آخر سيد الرئيس سيدات والسادة كنت سمعه واحد كثير الأمور مغنقوا لكم كرجل حقوقي وكمناضي الحقوق في البلاد أنه لم يحدث في تاريخ بلادنا أنه كان العمل الحقوقي بهذا السيابيا والعمل الديموقراطي بهذا الحرية تظاهرات في كل مدن المغرب تدوز بسلام لا تضرب حد لا يمشي حد الحبس حريات في كل المجالات اللهم يتجوز القانون معارك محاربة الفساد بشكل يومي عمره شي حكومة ما نضط لمواجهة ومقارعة الفساد خاصة حين يتعلق الموضوع بالمال العام بهذا الطريق ويكفي يكفي أن العالم بكل دوله اختار المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان لأن هذا المجلس حقوق الإنسان في المنظومة الأمم المتحدة هو أكبر مؤسسة في العالم معنية بحقوق الإنسان في الحكومة المغرب يترأس هذا المجلس ولي نفسنا في هذا المجلس مشي دولة سهلة يا جنوب إفريقيا في التنزيل الأمازيغية المجهود لكتبشر الحكومة لم يسبق له مثيل في الحوار الاجتماعي المجهود الكبير لتعمل التجاوب مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنصر في مدونة الأسرة وتشريف جلالة الملك لسيد الرئيس بالإشراف على النقاش الوطني العام لتنقيح إذا نحن في الحقوق السياسية الحقوق التقافية الحقوق الفئوية للعمال في كل الحقوق ورغم ذلك يأتي بعض الذين لا يعملون ولا يتبعون ماذا يتمون في المغرب ويحاولون يسئل بعض الناس فا الحقوق التقافية حقوق المآم ولكن وبنضالكم إن شاء الله سوف يربحوا الانتخابات المقبلة و سوف تحت قيادة جلالة الملك سوف يوصل إلى تجمع الوطني الأحرار و سعى عزيز أخنوش معركة قيادة تنمية. تبقى هو هذا الحياة اللي فينا ما كان دافعش كما يجب على ما قد على ما أنجيس معمرو البرلمان المغربي كان بهذا الحيوية وبهذا الاحترام للدستور ولحقوق المعارضة وتنبغين هني سراشيد طلبي رئيس مجلس نوال معمرو الحكومة فتحت هذا العدد دي الملفات الإصلاحات التاريخية و سوف يتكلم عنها الإخوة فإذا أن الطموح والأمل لي أن كل واحد فيكم يتملك كل واحد فيكم في قريته في مدينته في معمله في إدارته إن كنوحنا هما رسائل ووسائل تبليغ ما تقوم به الحكومة سيد رئيس هاد الرؤساء دينا في وجود يوم اليوم وهذا الحصيل اللي غاد شرفوا عليها هي تأكيد على أن لكن ديمقراطي هو اللي كي يخدم للأحزاب اللي كي تشتاه واللي كي يسئل ديمقراطية هو اللي كي يضيع الوقت ديلو في أمور همشية تحرير الرسائيل يختلق البوز يختلق نحن حزب ديال العمل حزب ديال المعقول ومن مدينة الانبعاد سيد رئيس غد يمبعت حزب جديد غد يفوز في انتخابة المقبلة وغد يشرف بلدنا وغد يكون عند مستوى التنفيذ الجيد والإيجابي للإصلاحات الكبرى التي أمر بها جلالة الملك محمد السيد فإذا كنتم مرتاحين وعجبكم الحصيلة ستوقفوا تحية وتصفيقا سعزيزة خنورس شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم شكرا